سيد أحمد يعني هذا البيان الصادر عن الحكومة ومن قبله بيان لوزارة الخارجية بإدانة الحادث وأيضا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه إلى أي مدى يعني تشعر وزارة الخارجية بالتحديد أن هناك تقاعسا أو ربما تواطئا جعل هؤلاء المتظاهرين المحتجين يصلون إلى مقر السفارة السويدية ويحدث ما حدث احترام وتقدير وزارة الخارجية العراقية تجدد التزامها بأمن البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد وحماية طواقمها وتسير عملها التزاما باتفاقية بيانا كانت الحكومة العراقية أيضا ومن خلال دولة رئيس المجلس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني قد وجه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات افتحام سفارة من مملكة السويد لدى بغداد وحرقها فجر هذا اليوم الخميس في بغداد وحال المقصدين من القادة الأمنيين والمنتسدين لوزارة الداخلية الذين كانوا يلتزمون واجب الحماية للسفارة وحيلوا إلى التحقيق بشكل عاجل وكذلك قد أجرى معالي نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالا عصر ألف الأربعاء بنظيره السويدي أكد معاليه خلال الاتصال بوزير الخارجية السويدي أن القرآن الكريم في قلوب وعقول ما يزيد على مليارين مسلم حول العالم وأن السماح بمنح رخطة ثانية لحرق القرآن الكريم في السويد هذا اليوم الخنيس سيكون لها تداع خطير جدا هذه الأفعال تأتي في سياسة متفاعد لما كانت الحكومة العراقية قد اتزمته من خطاب عقلاني بوقت سادق جراء الحادثة التي قام بها المدعو سلوان موميكا الذي يقيم في السويد وهو من أصول عراقية بحرق القرآن الكريم واستفزاز ملياري مسلم حول العالم بيان المرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السستاني أشر بوقت سابق إلى أن أفعال كهذه تهدد السلم والتعايش المجتمعي حول العالم ودعا بيان المرجعية العليا إلى أهمية مراجعة القوانين التي يعتمدها الجانب السويدي والتي لا يمكن اعتبارها من حرية التعبير وحق التظاهر لأنها تثير بيئة العنف والعنصرية وتطرح الكراهية من جديد أمام المجتمعات الإنسانية وتضع جنيع الأطراف بإلتسامات حرجة بيان وزارة الخارجية العراقية الذي صدر هذا اليوم هجرا في بغداد أشار بشكل واضح ولا لبس فيه بإكتزام الحكومة العراقية بإجراءاتها الدبلوماتية لحماية البعثات لكن أجمعا ندعو الجامل السويدي إلى اتخاذ إجراءات واضحة بشأن عدم تكرار أفعال كهذه أو استماح لها الوزير السويدي وخلال اتصال جمعه بمعالي وزير الخارجية عفر أمس أشار إلى إدانة واستنكار وزارة الخارجية السويدية وحكومة السويد لهذه الأفعال وكانت هذه النقطة محل الالتقاء بين السيدين الوزيرين سلال الاتصال فيما دعا الوزير فؤاد حسين إلى أهمية ثلاثي أي حدث يمكن أن يقع مستندا إلى مرجعية قانونية تبيح ذلك؟ نعم يعني الحكومة السويدية تبرر ربما ذلك بحرية التعبير لكن في المقابل الحكومة العراقية هددت بالفعل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار مثل هذا الحادث إلى أي مدى يمكن أن يحدث ذلك؟ الأمر مرهون باستجابة حكومة السويد نحن نتحدث عن موضوع جوهري وحساس للغاية أنه يمس ويزبر مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم العراق تحول إلى بوصلة للخطاب العقلاني للدفاع عن المقدسات في هذا الأمر ولذا يلزم التضامن ووحدة الموقف والتكريس لخطاب متوازن وممارسات تدعوه لوضع حد لخطاب من هذا النوع أو ممارسات من التي نطالعها ونسمعها وتعد ممارسات شنيعة لا يمكن قبولها تحت أي تبرير معالي الأمين العام للأمم المتحدة سبق له باتصال هاتفي مع سيد وزير الخارجية فؤاد حسين أن قال بأنه تلقى رسالة المرجع الأعلى سيد السلساني وأنه يعد جوابا بشأنها هذه الرسالة هي التي كانت تؤشر إلى طبيعة المخاطر والتحديات التي تنطوي عليها أفعال شنيعة كهذه الاستهجان والإدانة والاستنكار من مختلفة الدول العربية الإسلامية الأوروبية كلها وضعت هذه الأفعال محلا للتنديد والرضي والاستنكار وبأشد العبارات إذن ما هو التحدي؟ التحدي هو وجود تشريعات داخل السويد تعد مرجعيات قانونية تبريرية لهذه الأفعال إذن من المنطقي والواقعي أن نلتفت إلى هذا الصوت الإنساني العالمي من مختلف دبلوماسيات العالم وقادته الذين يصوبون إلى أهمية مراجعة هذه التشريعات إذا كان الجانب السويدي يرى بممارسات كهذه من الناحية القانونية أنها تدخل ضمن حق التعبير وحريته وحق التظاهر لفرد واحد يقيم هناك فلماذا لا ننظر إلى ملياري مسلم حول العالم الواقعية وطريقة العلاقات بين البلدان تقضي بمراجعة أهم السلوكات والأفعال والمواقف والخطابات التي تشنج البيئة الدولية أنا أتحدث الآن عن دور عراقي متوازن وحكيم يدعو إلى الوقوف أمام هذه الأفعال ويضع حدا لها ويجزم مسارا واضحا قانونيا ودبلوماسيا لمنوها إلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا الموقف العراقي من موقف فردي إلى موقف جماعي أو دعوة للدول العربية والإسلامية للوقوف أمام مثل هذه الممارسات بل تحول إلى موقف جماعي دبلوماسي عربي إسلامي وإنساني جامعة الدول العربية أصدرت بيانا لها بهذا الشأن ومنظمة التعاون الإسلامي أصدرت بيانا لها بهذا الخصوص واستجابت لدعوة العراق بعقد اجتماع طارئ رفيع المستوى تستضيفه بغداد خلال المندة القريبة القادمة فيما فدر عن الفاتيكان بيان أيضا بهذا الشأن وفدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بهذا الخصوص كما فدر عن الممثل السامي لتحالف الحضارات بيانا بهذا الشأن جميع الدول العربية والإسلامية فدر أيضا بيان جماعي عن الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص الكل يستشعر مخاطر أن تبعث الحياة من جديد في الخطاب الديني العنصري الذي يثير حفيظة وكرامة ويذبري مقدسات المسلمين ورموزهم حول العالم لا بد من واقعية عقلانية تواجه هذه التخرفات التي لا طائلة منها سوى إثارة المزيد من الكراهية العالم يريد أن يطوي سطحة الكراهية والعنصرية على أساس ديني إنه إنعاش لبيئة التطرف والتكفير إنه تجديد لدارونية الكراهية لا بد من الوقوف بشكل جماعي حازن ودبلوماسي وعقلاني ومتوازن لردع هذه المواقف ووضع حد لها في اجتماع بغداد المقبل إلى أي مدى يمكن أن ترفع دعوة للقطع العلاقات مع الحكومة السويدية إذا لم تردع مثل هذه الممارسات لا يزال هذا الأمر في إطار التقيين العاجل وهو مبني على استجابة الجانب السويدي لطبيعة ما تدعو إليه واقعية هذه الحادثة وتتطلبه من جميع الأطراف الحكومة العراقية تلتزم علاقات دبلوماسية محترمة ومتوازنة مع كل الأطراف وتربطنا علاقات تاريخية مع الجانب السويدي لكن مع عدم الأخذ بالسبل الناجعة لوضع حد لهذه الظاهرة المتكررة في مملكة السويد أشار دولة الرئيس محمد الشاع السوداني خلال اجتماع طارئ رفيع المستوى جمعه قبل ساعة من الآن مع وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة العراقية وعدد من القادة الأمنين رفيعي المستوى أشار إلى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا لن تتحقق استجابا تعد رادحة لمواقفك هذه نعم يعني سيد السفير استدعاء السفير أو القائم بالأعمال هو درجة من درجات الاعتراض الدبلوماسية بطبيعة الحال وهو ما حدث من قبل الحكومة السويدية للقائم بالأعمال العراقي هناك ردكم على مثل هذا التصرف هذه طواعد إجرائية دبلوماسية تتوخاها وزارات الخارجية عادة وهو سياق بروتوكولي نعده طبيعي قبل أيضا مطالبات ومواقف عراقية بروتوكولية تأتي في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر